ما الخطوة لشفاء مرض? لوط كما فعل قوم لوط. قص المشكلة ان ده اللوطية ده اللي يعتاده لا علاجة له بدليل بدليل ايه? حده في القرآن. الحد في القرآن ان اللوطي ده ايه? يقتل. دليل له ملوش علاج. عارف لو كان ليه علاج? كان ربنا قال حده استارق مسلا تقطع ايده يحرم. سبحان الله يحرم يسرق. ما قالكش موته. قالك تعييده حيتشل من ايه? من قلبه حب السرقة. لكن اللوطية دي ما لهاش عل. لدرجة ان اطباء الامراض النفسية لما بيجيه واحد متلبس بهذا الداء وعايز يخلص منه ويروح للاطباء النفسيين يقولوا ايه لان هما دول اصلا مدرسة فرويد. يقولوا ليه يا ابني عايز تتعالج خلاص عايش كده وخلاص مجرش حاجة. ما تقلقش وخلاص. وفي اوروبا سابوها لدرجة انه وصلت لمرحلة ان ايه? ان الرجل يتجاوز راجل. والبلاوي اللي انتم شايفينها. فاهم حاجة ان لا يقع الانسان في دائرة ادمان هذا المرض. لانه لا علاجة له. شوف مدمن خمر كعابد وسن. وده مدمن عدة خبيسة ما يعرفش يبطل. وبالتالي اهم حاجة انك انت ما تقعش فيها. يعني ايه ما تقعش فيها? اول حاجة لو عندك اولاد ذكور اياك ان تجعلهم يبيتوا عند غيرك. لانه الاعتداء على الطفل هو صغير هو اللي بيورس فيها دي العادة. بيبتدي الاول يعتدى على الطفل هو صغير. الطفل مش فاهم ان ايه ده حرام ولا غلط. واخد بقى لك لان انت سبته عند ابن خالك وابن عمك يقعد هناك يغير منظر. ويطلع ايادي احنا شايفين المحرم بيعملوا ايه الوقتي في العك. واخد بقى خصوصا ان الوقتي بقى فيه الهاب للايه للاثارة الجنسية عن طريق مقاطع على النت. والناس قاعدة طول النهار تتفرج على المقاطع. فبقى فيه حاجة اسمها ايه الهاب للجنس. وايه ومزاولة هذه الشهوة الخبيسة. وبالتالي اصبح فيجي لك العيال الوقتي بقوا مدمنين. وبيتفرجوا على المقاطع ديه متصور منه ومعملوا ايه. فممكن يستفرد بطفل صغير. يعتدي عليه. الطفل مسكين لانه لسه صغير ما افهمش. فاياك يعني تحافظ على ابنك اشد ما تحافظ على بنتك كمان. وتحافظ على بنتك. لان هي بتبتدي العهد اللوطية دي بتتأصل في الانسان لو اعتدي عليه في صغرة. فيه بتبقى ازاي? فلازم تحافظ على ابنك. كويس. مش ترميه في الحضانة وما تسألش عليه. ترميه عند الجران. علشان ايه امه في الشغل وتجيله امه مسكنة بعد العيشة. والواد طول النهار قاعد في بيت الجران بستنى امه. ما تعرفش ايه اللي يجراه له. فيه بتبقى ازاي? فناخد بالنا من الحكاية دي. دي حاجة. الحاجة التانية. ان ابنك لما يبتدي يميز لازم تعامله معاملة الراجل. مش معاملة ايه? يعني ايه? يعني تلبسه لبس رجولي. ما تسيبش شعره يطول. علشان ما يبقاش عنده نوع من الخنوسة. يبقى الابن اول ما يبميز كده. ألبسه اللبس الرجولي. تيجي صلاة الجمعة ألبسه جلبية وطائية. وشيبش ابو تعالى يا ولد نصلي الجمعة. يقعد فوسة الرجالة. مش تسيبه وتيجي انت تصلي الجمعة وقعد فوسة الحريم. يطلع من اسهم. دي دي وسائل تربية. خالبالك ازاي? والله دي حقيقة. يعني وسائل التربية دي مهمة جدا عشان تمنع ان حد من حبيبك يقع في الازمة دي. دي امتبقى ازاي? وقلأ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك ايه? بيقولك وفرقوا بينهم في المضاجع. في سن عشر سنين. فرقوا بينهم في المضاجع. احنا في زمانة ده? في سن سبع سنين تجب ان تنفرج في المضاجع. ونهى النبي سلام ان ينام الرجل مع الرجل في لحاف واحد. يعني متجردين. شوف اداب النبي. خد بالك دي اداب نبوية شريف. ونهى ان تنام المرأة مع المرأة في ثوب واحد. يعني في ملاية واحدة متجردات. شفت الاداب النبوية ويم يمنع السحاق ويمنع اللوط. كل دي اداب نبوية انا خد بالنا منها. تعلمه لما يجي يغير هدومه ما يغيرش هدومه قدام الناس. عشان يبقى عنده حياء. يوم اما يجي حد يقلع هدومه. يقول له كده عيب. ماما قالت كده عيب يا ولد. لان هو اتربع لانه ما ينفعش يقلع هدومه. والام تفاهم ابنها ورايح المدرسة محدش يلمس جسدك. محدش يقلعك هدومك. لأي سبب. الام كمان تلقن ابنها من صغره. واخد بقى مش مهم تقوله ليه. لكن تقوله هي كده. الادب كده يا ابني محدش يلمسها. والبنت برضو. وما تفاهمها. ما حدش يلمسك ولا يحدس عليك ولا يبوسك. يبوسك. ويقولك مش يطبطب عليك. حد دي كلها حرام. يوقع تعمل ايها. تقوم البنت تبقى فاهمة مؤدبة. والولد يبقى مؤدب. نقوم ايه نمنع حدوث هذا. يبقى الوقاية من هذا المرض هي المهمة. انك انت تمنح حدوثه اصلا. لكن لما بيحدث صعب علاجه. صعب علاجه جدا. اطباء النفسيين لما لقوه عاجزين عن العلاج. قال لك ما تسيبه يا اخي على حل يا شعر هنعمل ايه بقى. سيبه خلاص. فهمت? انا اريد. وبعدنا ما يجي لك ديوف رجالة. ويجي ابنك عايز يقعد معاك. ما تقولش يا ولد روح يقعد مع مامتك. لا خليه يقعد يسمع حديث الرجال. فهمت ازاي? مهمة الحكاية دي كل دي تربية. شوف النبي كان مجلسه. يجي سيدنا ابلا ابن عباس عنده عشر سنين. يقعد مع النبي. ويقعد جنب النبي على يمينه. وسيدنا خالد بن الوليد على اسماله. يجي النبي يشرب. يقول لسيدنا ابلا ابن عباس هو عنده عشر سنين. اتأذن بها لخالد. وخالد ابن العيد ده ابن خالته كبير. اكبر منه. لكن اللي على يمين الاول. يقوم سيدنا ابلا ابن عباس يقول لرسول لا والله لا اوسر بسقرك احدا ابدا يا رسول. يعني عنده. يعني النبي كان يقعد الاطفال في مجلسه. عشان يطلعوا رجالة. النبي كان بيربي رجالة. انت ساعات يجي لك ضيوف رجالة. اصدقائك. يجي ابنك عايز يدخل. تقول لي اولا روح اقعد مع اخوتك. اقعد مع امك. ابنت بتعلمه ان هو مش راجل. من صغره. يقوم بعد كده سهل الاعتداء عليه. تهمت بقى ازاي? فانا عايزك تربي رجالة. تربي رجالة. اما تروح اي مجلس علم. تاخد ابنك في ايدك. تيجي صلاة الجمعة تاخده في ايدك. جاي صلاة الجماعة تاخده في ايه? راجل. هتيجي مسلا تخرج شوية هتغيب مسلا ست ساعات. تقول له يا ابن انت راجل البيت وانا غاية. خد بالك من اخواتك خد. تعيشه المسئولية. فهمت بقى ازاي? كل ده بيربي فيه الانفة. ان حد يضحك عليه ويقعه في الازمة دي. فهم? يلا. والافضل طبعا ما نقولش بقى لفظ لوتي علشان اسم لوط ده اسم شريف. نقول ايه شزوز? نقول عليه سودومي. واخد بقى النسبة للمدينة اللي كان مشهور فيها. تقول تسميه مسلا مثلي. المثلية. تسميه اي حاجة ونزه اسم لوط منه. لان من كتر ما ارتبط هذا باسم سيدنا لوط ما حدش بيسمي ابنه لوط ابدا. مع انه اسم شريف ان اسمها اللي انبية. ليه بقى? لان ارتبط هذا في لغة العرب بكلمة لوطية. في حين سودومي. فاسمها بالانجليزية احسن. نسبة لمدينة قوم لوط. ليه سادوم. اشتركوا في القناة.